نجوة نجوة يسعدنا أن تكون ضيفتنا في سينما بديلة شكراً في البداية نجوة دعنا نتحدث عن تعريفك أنت لنوع هذا الفيلم كجنر أو كمدرسة ينتمي إليها ما هو تعريفك له؟ يعني لما بدأت أعمل الفيلم ما كانش حتى عندي فكرة إيش بدي أعمل وقتها كانت ببلش الانتفاضة الثانية لما بدأت أعمل هذا الفيلم في الألفين واثنين عندي هالكاميرا استخدمت الكاميرا وقلت خليها يكون سلاحي لما بدأت الفيلم كان بس أصور شو كان عم بيصير فينا الخمس ساعات على الحواجز الطرق كيف كانت إنه مش قادرين نتحرك محشورين في البيت يعني الواحد كيف بده يعيش نوين بقدر يعني كيف بقدر يفكر لليوم الثاني بعد فترة أصيرة كتير أصيرة أجاني في الفرنسوية الفرنش كولتر سنتر هناك قالوا لي نجوب أن أياك تعمل فيلم على شارع صلاح الدين فكانت سينما الحمرة كان في حكي هناك إنه رح يهدموها وأنا سمعت لك هالخبر فوق كل هذا كمان السينميات والثقافة رح تروح بلشت أعمل بحث على هذا الموضوع فما كان في موثق ما كان في إشي في الأخير لقيت اللي كان يعمل للسينما اللي كان اللي كان اللي يعرض للأفلام ففتح الباب دخلنا لجوة ولقينا دنيا تانية فالدنيا التانية كانت خربانة بس دخلنا على قاعة شو إشي هي كبير والبالكونيز كل إشي عشان تقدر تشوف في السينما إشي هائل فالبحث أرجاني الثقافة اللي كانت موجودة واللي كانت ممحية ولما بلشت الفيلم وعم بسأل الناس يعني السؤال كان شوي سادج على إنه كيف أنتوا بتقدروا تعملوا السينما في الـ 52 أربع سنين بعد النكبة ضرورة الثقافة والتوثيق والصور عشان يضلها البلد ماشية لأنه بدون ثقافة ما في روح الواحد ما بقدر يتنفس فبلشت إنه ألاقي الناس اللي كانوا يروحوا على السينمايات اللي عندهم أرشيف وعملت يعني تفرجت على قد ما بقدر على الأفلام اللي كانت موجودة إنه تشوف كيمان إنه إيش كان يتفرج وإيش كيف كانت وكيف كانت الشريحة كيف كان المجتمع مبني وإيش كان مختلف ألقيت الضوء على شريحة من حياة مجموعة من الناس تعتبر الطبقة الوسطى ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟ إنه منلاحظ إنه الشريحة الوسطى في العالم العربي كلياً يعني إنه عم تختفي لسوء الحظ وهاي كانت يعني إذا بتوخر من فلسطين للبنان للأردو لكل يعني العراق يعني هاي الشريحة كانت جداً مهمة الكتاب تتلعوا بهاي الفترة الأفلام النقاد يعني كانت غنية جداً ولسوء الحظ لما بتروح هاي الشريحة بيروح كتير من ثقافة البلد استخدام الأرشيف هنا مهم جداً نجوة لو تحدثيني كيف تمكنت من التعامل معها بهذا الشكل؟ عشان نقدر نعمل إشي الأجيال تقدر تشوف كيف كانت الحياة تأخذ السينما طيب هن لحالن عملوا أرشيف لإلنا اللي لازم نقدر نستخدمه بطريقة عشان نشوف ونحس المرة لما عرضتوا اللعيمة وديعة أول سؤال سألوني كنت أنا منطقة اللي في أميركا اللي كانت كتير متعصبة فأول سؤال سألني يا كمان استعملت الأرشيف ليس استعملت الأرشيف وحكاني بعنف فأنا بتواجه بهذا وفي جوهر السنوان ليش تستعمل الأرشيف لأنه هذا الإشي الوحيد إنه ولا أنا ولا أنت ولا حدا بقدر يكذبه موجود وموثق فتهيألي هذا كانت أهميته نجوة أنت في صدد الإعداد لفيلم درامي طويل بعنوان عيون الحرمية ليس كذلك عيون الحرمية هلأ خلصنا التصوير في شهر آخر شهر خمسة هو قصة أب عنده سر خطير عم بيفتش عبنته فهلأ في نص المنتاج عنا خالد أبو النجا لأول مرة في تاريخ السينما الفلسطينية قدلنا نجيب يعني مصر معروف يعتبر نجم نجم عربي اللي أنا كان مهم لإلي وسعاد ماسي كان مهم لإلنا أنه الفلسطين ترجع كمان لقلب العالم العربي بالذات هلأ في الربيع العربي وكل شيء اللي عم بيسير يعني الشعوب عم طالب إيش الفلسطينية سنة خمسة وستين سنة عم طالب فيها فيعني كان لإلنا تجربة كتير مهمة نجوة نجار شكرا جزيلا لك شكرا لإلك إسلامو